مرحبا برشد دالو عندك اول شي طاقة تسع الاكواب ثمانية الاكواب وثمانية الاخصان ارى انك احتمال رحلت عن هذا الشخص في فترة من الفترات او سترحل عنه بسبب اختلافكم على الارتباط نفسه اختلافكم على العلاقة العلاقة من قاعدة تروح في الاتجاه اللي حسيت ان المفروض تروح فيه لانه قاعد معاكس انت في طاقة التسعة واللي قاعدة صير طاقة الثمانية معاكس انت متوجه نحو شي الشريكة والحبيب تحس انه نوايا مختلفة باتجاهك في احتمال هذا من الاسباب اللي خلتك او بتخليك ترحل وين رح تروح في المستقبل ارى انك رح تروح نحو التسع الاكواب رح تكون سعيد في المستقبل او حاليا انت سعيد في حياة صنعتها لنفسك بدون مساعدة احد يعني طاقة التسعة دايما طاقة السولو الشخص المنفرد انت لوحدك ترو يخبرك انه لازم توجد لنفسك السعادة في محيطك في اشياء بسيطة في حياتك تخلق منها من الاشياء البسيطة اشياء كبيرة عشان هذا الشخص فعلا يدرك انه خسرك ويرجع لك بسرعة فمانية الاخصان هي طاقة التواصل بسرعة ولكن يقولك انه لن يحدث هذا الشيء اذا انت لم تكن فعلا كأنك تثبت لهذا الشخص انه انت رحلت ووجدت شيء افضل مشرط شخص ممكن يكون حياة سعادة افضل اوجدتها لنفسك عندما تكون تتحرك من طاقة الثمانية الى طاقة التسعة وتكون سعيد تحس انك فعلا يا برج الدانو سعيد هنا هذا الشخص يدخل عرض في حياتك مرة اخرى ويتواصل معك ولكن التواصل طبعا مو معناته على طول ارتباط فاحبر وين تاخذ هاي الطاقة والحديث مع الحبيب يعني مو اول ما يرجع لك يتواصل معاك على طول تترك السعادة والحياة اللي حققتها لنفسك وترجع لان اذا رديت رجعت ترجع للوضع القديم الوضع اللي ما كنت انت سعيد فيه او تحس انه تستحقق النصيحة القادمة لك شلون تأخذ منحة هذه العلاقة او رجعة الحبيب او دخول الحبيب الجديد في حياتك الى المكان اللي انت يسعدك مثل الزواج الارتباط ان يكون الشخص ملتزم معاك عندك اربعة الاخصان وهي طاقة الاساس والبيت والسعادة الشراكة بين شخصين ملكة الاخصان وهي طاقة نارية اثنينهم طاقة الابراج النارية وعندك كوبين طاقة السولميت وتسعة الاخصان اول شي يا برج الدلو التارو بعد يقول لي ان انت لازم شوف هاي الاساس يعني انت اول شي لازم تسوي لنا تثبت للحبيب ان انت قادر ان تبني شيء من السعادة وتوجد حياة جدا حياة مميزة لنفسك بعيدة عنها كوين الفاير استقلالية تفعل ما تريد من اجل نفسها وتحقق ما تريد لوحدها يعني ما يكون معاها حد يساعدها هذا الشخص احتمال كان يتوقع او يفكر انه بدونه هو خيارك الافضل وبدونه انت ما راح تقدر تسوي شيء في حياتك احتمال فانت لازم جدا تثبت للعكس وما يكون العكس بالتظاهر فعلا اوجد لنفسك وانت قادر لديك كل ما تحتاج لديك الذكاء الحنكة الكاريزمة انت استطيع ان تتلون باي طاقة اي برج عشان تنجز لنفسك ما تريد ارجع الى هواياتك الاشيال اللي تحبها وكبرها واعمل عليها اذا عندك علاقات انت صار لك فترة من الاهل والاصدقاء مقطوعة اعمل اعمل على علاقاتك الاجتماعية ايضا قوها خليك قوي من جميع النواحي وانجز لنفسك لان وقتها عندما تنجز لنفسك قلت لك هذا هو الوقت اللي راح يرجع فيه الحبيب راح يكون مصر يعني راح يعرض عليك كوب من الحب او راح يكون مصر انه يرجع في حياتك مرة ثانية عندك تسعة الاخصان طاقة العزيمة عزيمة تجاه ماذا؟ تجاه انه يكون الارتباط مع ملكة الاخصان يعني هذا الشخص راح يكون مصر انه يرتبط بملكة الاخصان او الطاقة او الانجازات اللي سوتها ملكة الاخصان ليش؟ ترى يخبرك انه انت لازم لما تحس نفسك وصلت لمرحلة ملكة الاخصان نجحت في الكثير من الاشياء فاحتمال ياخذ وقت لما تنجح في الكثير من الاشياء وتكون لك قاعدة قوية الكل يراها الجماهير تراها بعدها هذا الشخص راح يصر انه يدخل حياتك مرة ثانية او اذا ما كان موجود في حياتك راح يصر انه يدخل ويكون فيه تواصل وعلاقة بينكم اول شي راح يحرص انه فيه علاقة ثابتة علاقة معك انت يراك جدا جذب هذا الشخص احتمال انه كان متردد او بطبيعته لا يأخذ القرارات بسرعة ولكن عندما يأخذ القرارات فهو جدا ثابت يعني اللي في باله يسوي سواء طال الزمن او قصر اذا وقعت عيناه عليك وقرر انك انت الشخص المناسب له النهاية هذا الشي راح يصير بالنسبة له عندك ايضا كرت التمبرانس طبع برج القوس وعندك تسعة الاخصان ارى انك اول ردة فعل راح تظهرها للشريك او الحبيب احتمال عشان تذي اقولك هو شخص من الماضي او شخص عندك معرفة فيه او راح تعرفها لان اول شي كردة فعل ملكة الاخصان ملكة لا تلاعب ولا تضيع وقتها يعني ملكة الاخصان تعطيك اوامر واحد من ثلاثة لازم تنجزها لانه هي ايضا انجزت لنفسها فلا تسمح لاحد ان يضيع وقتها فاول شي اشوف انك راح تخبر الشريك بما كان يزعجك او بما يزعجك عنه هاي الشريك احتمال عندي امور كثيرة يمكن عنده شوية ديون على شوية انشغال كثير في العمل على شوية اطباع نمط حياته متعود كل شيء يسويه باستقلالية وبدون ما يستشير احد احتمال من النوع اللي يسويه ما في باله كيفه متعود دائما يكون الحاله وما يسأل احد عن راية في اشياء معينة تضايقك في هاي الحبيب او الشريك راح انت تواجه فيها او تخبره ان انت ما تقدر تتحمل شخص بهاي الاطباع او بما حدث في السابق فاذا توجد اي بصيص امية اذا هاي الشخص فعلا يب يرجع لك راح تقول له لازم واحد اثنين ثلاثة تسوي ارى ان هذا الشخص حين ندخله مواصفات الشريك هذا الشخص عنده نوع من التعلق في شيء انت تشوفه شيء يضايقك او شيء غير صحي مثلا لازم الويكند كامل يكون مع الاصحاب او لازم كل ويكند يعمل كذا كذا او لازم اشوفه مثلا متعلق باكل معين هذا الشيء راح يضايقك هذا الشخص متعلق انه يسافر على كيفه ويقرر بروحه متى راح يسافر وين يسافر في اشيء معينه راح يضايقك في الحبيب هو يعملها لانه متعود انه يكون اعزب متعود انه يصرف على نفسه متعود انه يكون مستقل مثلك ولكن راح تخبره ان الشراكة لا تمشي بهذه الطريقة اذا يبي يكون شريكك لازم يتعلم يأخذ يعطيه ويستشيرك ويتخلص او يخفف من بعض الاشياء اللي تضايقك انت احتمال سهر الكثير نومة الكثير في شيء معين تفاصيل دقيقة بشأن الشريك راح انت تضايقك ورح تصارحة فيها ومصارحتك لا هي بداية التغيير راح يكون في الفترة القادمة هذا الشخص سيأتيك بعرض زواج او خطبة عرض زواج عرض زواج جاد وارتباط رسمي اوكي راح يأخذ وقته ولكن سيأتي وراح يكون من ناحيتك انت قبول ليش قبول اللي قاعدة اشوفه ان هذا الشخص فعلا احتمال ما كان واضح معاك في البداية ما كان مايراويك مشاعره كنت انت لازم كأنك اللي قاعد تكتشف تحاول تكتشف مشاعره عندك انطاقة السيف الصغير كأنك قاعد تكتشف الاكواب اللي عند هاي الشخص شنو فيها شنو مشاعره شنو نيته معاك طيما انت في هاي الطاقة يا برجدل وهي طاقتك طاقة السيوف الهوائية ولكن راح تحاول تعرف هاي الشخص فعلا ما هي نيته تجاهك هل هو يعرض عليك الزواج لانه يحبك لانه يراك كشريك ولا لانه يريد ان يحصل على القرب بأي ثمن فاذا كان الثمن الزواج راح يسوي راح تكتشف ان هذا الشخص فعلا يحبك حتى ولو كانت تصرفاته شوي غير مستقرة وغير معبرة رأي ان هذا الشخص لا يسوي الكثير من التصرفات اللي نابعة من القلب انتشان جدا يأخذ وقته يخطط يفكر يرسم يأخذ وقته الفارس البطيء الفارس الخماسيات ولكن مع هذه كل التصرفات هو فعلا يحبك راح تعرف هالشي تكتشف من افعاله من تصرفاته انه فعلا يحبك وانت لحد الان اشوفك ما راح تكون فاهم هذا الشخص ليش يحبك جدا كثيرا بعمق ولكن يظهر لك شيء بسيط يظهر لك مثلا بس قمة الجبل الصغيرة اللي في النهاية ولكن الجبل بنفسه مشاعره العميقة لك جدا كثيرة مشاعر حب جدا عميقة ولكن انت ما تحس انه يظهرها لك بهاي الطريقة ايضا احس انه عندما يرجع لك انت يا برج الدلو دائما راح تكون في طاقتك الهوائية اشلال يعني؟ دائما راح تكون تنظر الى الحبيب بشيء من الخوف او الشك او الترقب اذا مو الحبيب او الشريك معنات الاخرين المحيطين بكم دائما كأنك ماسك السيف وقاعد تكون مثل رجل الامن تحمي هاي العلاقة تحمي هاي الارتباط تحرص ان تصرفات الحبيب تكون موافقة موافقة لك يعني وتحمل علاقة من الاخرين تدخلهم فيما لا يعنيهم الضوضاء اللي يسوونها راح تحرص ان المحيط بينكم يكون قوي حيث ان مو اي احد يقدر يدخل ويعفس لكم الامور او يدخل في حياتكم راح تكون شوي تحب الخصوصية في حياتك انا اشوف ان هاي الكار two of fire الغصنين هو انت والشريك دايما فيكم بينكم انتو الاثنين في شخص يضحك اكثر من الثاني وفي شخص جاد احتمال يكون الشريك لان اشوفه مثل ما قلتلك لا يظهر اللي جزء بسيط من مشاعره فدائما يكون في مرحلة مستغرق في التفكير والتخطيط دائما يفكر انت برجدله هوائي منطلق اكثر فاحتمال انك تعبر عن مشاعرك لهالشخص في شخص اطول من الثاني اتوقع هو اطول منك بشيء شخص مكتنز اكثر من الثاني يعني شخص وزنه يعتبر ممتلئ وشخص ثاني اطول واضعف والشخص ايضا يختلف من ناحية الجدية جاد اكثر يعني مثلا صير موضوع معين موقف معين الكل يضحك انت تضحك هذا الشخص ينظر ويبتسم فقط وعلى طول يرح يرجع الى عقله ويقعد يحل ما الذي حدث معين الموضوع يكون عادي موضوع مضحك باقي من شخص يشوف كثير التفكير كثير التفكير فيأثر عليه فياخذ الافعال متأخر نوعا ما يستغرق ويكون جدا يعني حذر مخطط كثيرا اوكي انت عندك كوين اف اير ملكة السيوف وهو عنده فارس لاكواب يعرض عليك الزواج الحب عندك سبعة الخماسيات ملك الخماسيات رأينا رح يكون في حديث بينكم ما رح تقبل على طول ما رح تقبل رجوع على طول او اول ما يرجع لك رح يبين لك انه احتمال انت كنت مفكر انه مأسس نفسه ومستعد للزواج مستعد للاستقرار ولكن كانت عنده امور تمنع وتحتاج الى الانتظار عشان يقدر يعرض عليك الحب والزواج والاستقرار ما كان يقدر حتى لو انت كنت تشوفه يقدر بسبب منصبه بسبب عمله بسبب ولكن هاي الشخص رح تكتشف انه فعلا ما كان يستطيع ان يعرض عليك الارتباط كما انت تريد في هذاك الوقت او في الوقت اللي انت بيا برجة ذالو لانه كان فيه احتمال عنده شوية ديون شوية الدراسة ما خلصها شوية ينتظر ترقية عشان يحس انك تمال عنده الاستقرار المادي والمعنوي ويعرض عليك الزواج اشوف انصان مستقر في وظيفته صار لفترة طويلة في نفس المجال او في نفس الوظيفة فحصل على الاستقرار انتشوف مستقر فعلا ولكن ايضا هو في مرحلة انتظار لشيء اكبر شيء افضل عشان يقدر عايش بمستوى منيح بعد ما يحدث هذا الشيء من الانتهاء من الديون او انتظار نجاح البزنس بعد هاي المرحلة راح يأتيك ويعرض عليك الارتباط احتمال تكون متفاجئ لان اشوف ان لديك طاقة ملكة السيوف راح تتفاجئ ان على طول فجأة اتى وعرض علي الزواج والارتباط راح تكون تسأل نفسك ليش الحين شو معنى الحين بعد ما انا اسس لنفسي حياة وصرت قوية في حياة الخاصة يش الحين قعد يعرض علي الزواج شمعنى الحين رجع راح تكون تشك في الحبيب وفي نواياه لكن بعد تحليل طويل راح تكتشف ان فعلا الكوب الذي عرض عليك هو كان كوب حب يعني كل شيء سوا بدافع الحب اشوف شخص لا يريد ان يرتبط فيك وهو غير جاهز سواء موديا او عاطفيا او او لان يحبك يريد ان يرتبط في الوقت المناسب بالنسبة لكم انتو الاثنين وكان نحس في السابق ان الوقت كان غير مناسب احتمال في انتظار هنا سبع شهور سبع ايام سبع اسابيع في رقم سبعة قاعد يتردد في عقلي ما بين فترة خلاص احنا راح نتزوج وارتباط الى فترة العقد نفس عقد الزواج وعقد القران في فترة انتظار فالدائما راح تكون برج جدا وعالق في في طاقتك الخاصة وهي طاقة السيوف والعقل دائما تحاول احسك تحلل نوايا الحبيب وعندك شوية تشك وخوف من يصير شوي انتظار او تأخير من جانب هو على طول تسحب انتقطعها مرة اخرى تنهي العلاقة مرة اخرى او تنسحب من حياتها مرة اخرى بهاي الطريقة انت تكون يعني انت ما تكون من النوع اللي مستعد تنتظر مالكة الاخصان لا تحب الانتظار وصلت مرحلة من حياتك ما تحب تنتظر اما شيء بالنسبة لك يحدث الان او لا يحدث تحب تكون واضح لانك هوائي لان طاقتك لكن يقول لك ان الحبيب شوي عند مرحلة انتظار فانتظر معه او بدونه ولكن المضوع سيأخذ وقت فلا تشكك في كل مرحلة انتظار وكل محطة فيها شوي تأخير لان كن قوي انت لان اذا اتاك الحبيب وانت جدا مشغول وانت غير جاهز لن يقع عليه سيقع عليك انت لان رح يكون عندك شيئين لازم تحافظ على توازنهم هاي نصيحة التارو لك انجازاتك اللي حققتها في حياتك قبل ان تلتقي فيه لازم تحافظ عليها لازم تحافظ على توازنك في هاي الزواج والارتباط لا تتخلى عن نفسك و هويتك بس من اجلا ترتبط يعني خلاص انا اتزوجت اترك هوياتي او الاشخاص اللي كنت اتعامل معهم في السابق الصديقات الاصدقاء الرياضة الاهتمام بالنفس لا تقع في هاي الفخ وتجعل كل حياتك تتمح ورحول هذا الشريك لان هذا الشريك يريد ان يكون مساوي لك لا يريد ان يكون هو الملك وانت فقط لتخدمه وتسعده لا شريك مساوي فيقلك ان تكون قوي عزيزي برج الدلو حافظ على توازنك توازنك جدا مهم في الفترة القادمة من اجل نجاح هذا الارتباط انت اللي لازم تكون متزن الحبيب متزن لديه طاقة ملك الارض احتمال يكون برج الترابي دائما الابراج الترابية يميلون او يلفت انتباههم جدا الابراج الهوائية مثل البرج الدلو عندك بعد الجوزاء والميزان بسبب عكس الطبيعة مثل ما يقولون العكس ينجذب لبعض نفس الشيء ولكن يجب ان تكون متزن حافظ على اتزانك قدر المستطاع كن في حب وكن في زواج وكن في ارتباط مع الشخص اللي يحبك ولكن لا تتخلى عن هويتك الخاصة وعن الاشياء اللي دائما كنت تسويها وتسعدك مثلا شرب القهوة في الصباح تنسى نفسك خلال هاي الارتباط لا تنسى نفسك هاي رسالة لك لان عرض هذا الشخص في الزواج راح يأتيك في عز انشغالك بحياتك الخاصة اذا حياتك حاليا فاضية فاعلم ان الحبيب لان يأتيك حاليا مسألة التوقيت راح يأتيك الوقت اللي انت انجز فيه شيء لنفسك ومنغمز في نفسك ومستمتع في حياتك الخاصة وقتها راح يأتيك يعرض عليك الارتباط الرسمي الكامل ايسوف ايرث يكون عنده من قبل هو عرض عليك الحب ايسوف كبس الكوب ولكن راح يختمها معك بالخطوبة او بالزواج فوقتها راح تكون بين امرين او توازن بين شيئين بين حياتك الجديدة مع هذا الشخص اشوفك جدا راح تكون سعيد معه واشوفه فعلا اطول منك ودائما كنت تنظر لها انه شخص انجز الكثير قبلك دائما تنظر لها انه ملك الارض انه انسان مستقر واثق جدا كريزما جدا كان يعجبك طبيعة الارضية او استقرار ولكن كردة فعل من البداية من صادق خذلان او زعل بسبب عدم الارتباط في وقت سابق انت راح تتحول طاقتك الى طاقة ملكة الاخصان كأنك تقول مثل ما انت انجز لنفسك انا بعد استطيع انجز لنفسي اما انت انجز لنفسك هذا الشخص راح يدخل ويعرض عليك الارتباط رأينا شخص من النوع اللي جدا يفكر كثيرا قبل ان يتخذ اي خطوة هو هاي الجهة عند هاي الجهة يعني كثير التفكير وقليل وبطيء الحركة وعنده حب لاشياء معينة متعلق جدا في الاشياء المعينة اللي يحبها ان كان كورة ان كان تشجيع الكورة ان كان السفر من اجل حضور مباريات ان كان نوع معين من الاكل طريقة تقليد معينة متعود السهر مع الاصدقاء في شيء معين في هاي الحبيب انت راح يضايقك وتطالب ان يغير ه نصيحة اخيرة لبرج الدلو شأن شريك المسق برج الدلو شريك المسق الاصدقاء ار المسق بضب يو كن دو ان ايثين يو تخلص عندك حيوان اليوني كرن حيوان اليوني كرن هو اقرب حيوان من الحيوانات الاسطورية الى طاقة برج الدلو خصوصا برج الدلو اكثر من الابراج الهوائية ليش لان البرج الدلو هو البرج الثابت الفيكست في المجموعة الهوائية اليوني كرن شوف قرب الصورة الحصان ايضا اليوني كرن عندك هنا اليوني كرن عندك هنا الى ماذا يرمز اليوني كرن طاقة العقل اللامحدودة اشلون يعني حاليا الكثير يستخدم احادي القرن هذا الحيوان الاسطور الجميل عشان يرمز الى الجمال يستخدمون مثل الباربي انه حيوان مثل الحصان جميل لون وردي ولكن الذين لا يعرفون عن حيوان اليوني كر احادي القرن هو يرمز الى ارتباط ما بين الارض والسماء عند مثل القرن هذا القرن هو موجود على الارض ولكن يساعد على رؤية كل شيء متعلق بالرحان وبالسماء وهذه هي طاقتك الطبيعية برج الدلو طاقتك طاقة العقل المنطق الغير محدودة تستطيع ان تكشف عن جميع حقائق الامور انت موجود على هاي الارض ولكنك هوائي بطبيعتك فدان تستطيع ان ترحل ترتفع الى اعلى وتشوف حقائق الامور احتمال ان ترى حقيقة الوضع الرسالة لك اليوم او انت غير محدود انت موجود على وجه الكرة الارضية ولكن ارضباطك بالسماء جدا قوي فلا تخاف ولا تعتقد انك لازم تختار ابدا تختار اما عرض هذا الشريك واما حياتك ونجاحاتك ابدا انت تستطيع بكل نجاح ان توفق بين الاثنين تحفظ على الحياة السابقة او الاشياء المهمة فيها اللي انجزها لنفسك ان كان مشروع ان كان حرفة ان كان دخل اضافي وايضا تنجح حضر زوال